عزالة الطلبة الآن احنا في مثال آخر طبعا مثال مقارب للمثال السابق اللي حلينا قلنا انه عملية تبسيط يكون وفق قواعد وفق روز موجودة هذا القواعد انه هي انه احنا ما نقدر نختزل انه خطوات ترتيبية وخطوات اختزالية الخطوات الاختزالية هي 3 خطوات يا اما عندي توالية يا اما عندي توازي يا اما عندي تغذية راجعة اذا دولة اللي اقدر اختزل بهم اي اقل العدد لبلوكس عدد المربعات الموجودة اما الخطوات الترتيبية فهي انه انه اني عندي نقطة اخذ او مقارن انه شنو اقدر اقدر اقدم او اخر حتى اقدر اختزل فعندنا هذا المثال اللي موضح المثال الثاني الامامكم قلنا اول خطوة ابدي ادور انه هل عندي feedback هل عندي تغذية راجعة طبعا هنا بما انه عندي دائما نقاط اخذ فما عندي اي توالي او توازي او نقطة اخذ الان اجي شنو راح ابسط الشكل حتى اقدر اختزل فهنا اه شنو اللي راح يسوي انه انا راح اقدر اول خطوة شنو انه هاي التفرعات هاي الزواد اللي دا تخلص من يما عن طريق عادة هاي نقاط التفرع الى الاصل اللي تفرعت منه نعرف انه هاي نقطة الاخذ يعني اذا هاي قيمته اكس فاجي شنو اجي شنو اجي اكس اتفرعت انم دائما انها في تفرعت ايضا هو قيمتها راح تساوي لي اكس اكس في اتش اون راح يسير اتش اون اكس فقيمة هاي راح تكون قيمته اتش اون قيمته اتش اون مضروبة في ال اكس وقيمة هذا الفرع أيضا قيمته H1 X رح ينضرب في H2 فرح يصير H1 H2 X وأيضا هذا قيمته الفرع H1 H2 X فإذا هذا الفرع حتى أتخلص من هذا ال H1 رح أقدمه نحو الأمام رح أقدم ال H1 نحو الأمام حتى شنو رح يصير إذا الفرع الذاهب إنه بهذا الاتجاه رح يجي X ينضرب في H1 في H2 فرح تكون قيمته هي نفسها ورح يكون عندي النقوص رح يكون عندي بهذا التفرع إذا قدمت ال H1 نحو الأمام رح يكون يبقى في قيمته X قيمته X فإذا لازم أضربها شنو هنا أضربها في ال H1 حتى يرجع قيمته شنو H1 X لهذا التفرع هاي الحركة شفت فتффيدني تفيدني أنه أنا أرجع نقطة التفرع وين أرجعها لهنا لهذه النقطة وهذه النقطة التفرع رجعها райحة تحول هذا إلى فرعين الفرع الأول هذا مضروف في ال H1 وراجع وين راجع لهنا من نقطة التفرع X في ال H1 فتطلع عندنا H1X والفرع الثاني ش راح يصير عندي H1 في ال H2X وايضا H1 H2X رايح علينا H1 H2X هذا التفرع راح يصير عندي H1 H1 في مضروبة H1 مضروبة في ال H2 مضروبة شنو مضروبة في ال X فاذا وهذا التفرع هو نفس قيمته H1 H1 في H2 مضروبة شنو في قيمة ال X اللي جاية من يمي فاذا الفرع الثاني اللي هو راح يجي X راح ينظرو في ال H1 في ال H2 فسير عندي H1X H2X ال H1 الرايح لهذا المقارن او نقطة الجميع هو قيمة H1 H2X واللي هذا اللي راح ينظرو في ال H هو قيمة H1 H2 في PX اذا انا راح شا سوي راح اقدم ال H1 H2X للأمام ال H1 راح اقدمها للأمام هنا حتى شنو ايضا راح يصير عندي قيمة بعض فقط X ما راح ينظرو في ال H1 H2X حتى اقدر ارجح هذا الفرع للأصل مالة لل X بس عندي مشكلة هذا الفرع لازم اضروه شنوه في ال H1 H2X وايضا اقدر ارجح شنوه للأصل حتى يصير قيمة X وفعلا هذا اللي سويناه نشوف انه هذا اللي ضربناه كله عندنا هو فلنفترض انه كله هو عندنا المقدار قيمة X فهذا قيمة X هو قيمة H1 راح ينظرو في ال H1 هيصير H1X نفس قيمة هذا اللي كان رايع وهذا الفرع اللي هو قيمة X ينظرو في ال H1 H2 فراح يصير H1 H2X نفس هذا قيمة الفرع هذا والفرع الثالث اللي هو قيمة H1 H2 H3 X يصير يجي انه X ينظرو في ال H1 H2X ويروح لهذا المقارن ونفس الشي بالنسبة للأعلى نفس الحالة أيضا عندي H4 فالH4 راح يقدم نحو الأمام فهذا راح يصير عندي H4 فلازم هذا الفرع أيضا أضربه في ال H4 وأيضا ال H4 H5 راح أقدم نحو الأمام فيصير عندي H4 H5 H6 فهذا التفرع لازم أضربه شنو في ال H4 H5 ونفس الشي راح يصير عندي نفس القيمة هنا مثلا نفترضها قيمتها Y فال Y ينضرب في ال H4 الفرع الأول وينجمعناه اللي هو Y H4 والفرع الثاني اللي هو ينضرب في ال H4 وال H5 فراح يصير قيمتها H4 H5 في ال Y والفرع الثالث راح يكون H4 H5 H6 مضروب في ال Y اللي هو يجي لهذا التفرع الآن تخلصت من هاي العقد اللي كانت موجودة عندي ما بين الألمنت بحيث قدرت أختزل دولة ثلاثة ألمنت بألمنت واحد اللي هو قيمتها H4 H5 H8 ال H6 تعبوا وصار الموضوع عندي بهالشكل هذا الآن الآن أنا أقدر أختزل هذا الشكل هذا أقدر أختزله بسهولة ليش؟ لأن هذا feedback هذا التغذية أمامية وهذا راجع وما عندي لا نقاط التفرع ولا مقارن فهذا بسهولة أقدر أختزله عن طريق شنو؟ عن طريق شي يساوي لي؟ يساوي لي ال H3 الجي تري عفو مضروب الجي تري على الجي تري على واحد عكس الإشارة زائد الصير في الجي تري مضروب شنو؟ في ال H4 هذي يسموه تغذية خلفية وفعلا اختزلت 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 الجي تري SD يعني هما كانوا يتفرعون قبل أن ينضربوهم بهذا الجي يفور فإحتاج cidadeeing علي كل الفرعوين ليس اختزلت هذا الفرعع الآ Owen واثاً لو كنت هذا الدخلق بإعتباره combinations Pro فإن بحاجاتها الخلفية التفرع و tin عند المحاجد هذا التفرع Cup وذلك سأختزلت في G4 يعني تجي الإشارة تنظروا في G4 وبعدين تتفرع فحتى تقلص من G4 الزائدة لازم شنون أقسمهم أثنينهم على G4 الآن الآن G4 بما أنه صارت بشكل مباشر توالي ويهذا البلوك اللي اختزلته فصارت عندي توالي فضربته في G4 في 1 على G3 زائد H4 الآن صارت عندي المخطط في هذا الشكل بكل بساطة عندي ذولة ذولة ثنية ذولة مربوطين مربوطين كيف عرفته؟ هذه الإشارة ذهبة وهذه الإشارة راجعة فهذا اختزالة حسب ما عرفنا ماذا سأختزله؟ يساوي لي قيمة الإختزال يعني عوضوا في بلوك 1 قيمة G3 في G4 على 1 زائد G3 عكس الإشارة هنا إشارة ناقص لحصل زائد البسطة اللي هو G3 في G4 مباشرة أختزله بخطوة واحدة طبعا هذا رح يكون التوالية G2 في G2 مباشرة ضربته في قيمة البلوك فصارت G2 G3 G4 الآن نفس القصة أنه عندي هذين أختزلهم هذين 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 و هذين هذين و هذين 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 أختزلهم أختزلهم بلوك 1 قيمة مجموحهم و بعدين أختزلهم بخطوة أختزلهم بفيدباك مع هذا البلوك طبعا أي وحدة نطبقها من يومهم رح أول شي نعتبر نعتبره شنو نعتبره فيدباك و هي هذا البلوك و نطلع قيمته بعدين نعتبره و هي هذا الفيدباك و نطلع قيمته فوجدنا القيمة في هذا الشكل و بعدين هذين هذين رح يكونون يكونون توالي و هي هذين فضربنا الجيون في مقدار الأعلى فصارت عندي هاي القيمة و هنا نفس القصة صارت عندي هذا البلوك هذا البلوك هذين سيكون فيدباك و هي هذا المقدار فجدر أختزله و بعدين أختزله و هي المقدار الأخير وبسطنا المقدار و حصلنا على دالة التحويل النهائية لهذا المقدار إن شاء الله رح نلتقيكم بعد بأمثلة توضيحية أكثر إن شاء الله نحاول نستخدم أمثلة أبسط حتى نوضح بعض النقاط اللي ما كانت واضحة بالمثالين الأول والثاني إلى هنا إن شاء الله تنتهي محاضرة هذا الأسبوع إن شاء الله نلتقيكم في محاضرات قادمة مع السلامة